يقول بعض الدعاة أو المشايخ يستدلون بأحديث ضعيفة لمرات عديدة هل هذا لعدم الثقة في علمهم أو عدم أخفتهم؟ أحياناً يكون هذا العالم يعني يظن أن هذا الحديث أحياناً يكون الحديث مختلف في صحته فهذا يحكم بصحته وهذا يحكم بضعفه أو يكون هذا العالم يظنه صحيحاً طيب فذكره من هذا أو يكون قد ذكره من بابي الذكر لا من باب الاستدلال يعني من باب جواز رواية الحديث الضعيف فلا نشدد في هذا الأمر وهو أن العالم طالب أنه روا حديثاً ضعيفاً إذن لا يأخذ لفتوها غير صحيح هذا الكلام ولكن لا شك أن الأفضل في طلبة العلم والدعاة والعلماء أنهم يحرصون على الحديث الصحيحة في ذكرها للناس وإذا ذكر حديثاً ضعيفاً أن ينبه على ضعفه يقول للناس هذا الحديث ضعيف لأننا قد تبني عليه أحكاماً أحياناً حتى لو ما بنيت أنت حكماً ومن طريف ما سمعت أن أحد الأخوة يقول كنت في درس درس يقول أثناء الدرس ذكرته حديثاً قلت وقد ورد حديث فراش الأعزبي من نار يويلكم العزاب زيب يقول فراش الأعزبي من نار ثم قلت لهم ولكنه حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبهت بس ما بتذكر شيء ذكرته يعني كانت درس يظهر عن نكاح وكذا فقلت هذا الحديث وقلت هذا الحديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ناية الدرس أول سؤال جاني حديث هذا صحيح يعني أحياناً بعض الناس ما تستوعوا حتى لو قلت لحديث موضوع ما ينتبه ذلك الأفضل لا شك عدد ذكرها هذه الأحديث الضعيفة ومكذوبة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو ذكرها الإنسان ينبه عليه إذا احتاج إلى ذلك والله المستعان